أكد تقرير لموقع SLA البريطانيين تراجع سعر برميل النفط دولاراً واحداً ضمن السعر المحدد داخل الموازنة الاتحادية للعراق سيكلف البلاد انخفاضاً قدره تريليوناً وخمسمائة مليار دينار سنوياً وأشار إلى أن حساسية الميزانية لأسعار النفط تجعل كل انخفاض قدره دولاراً واحداً للبرميل في المتوسط السنوي لأسعار النفط العراقي يترجم إلى انخفاضاً في الإيرادات بافتراض صادرات النفط بالمقابل فإن ارتفاع سعر النفط سيغير الصورة إلى الأفضل لكنه لن يغير مسار الدين المحلي وتقليل المرونة لتخطيط الميزانية في المستقبل وأتبع تقرير الموازنة العراقية الجديدة تختلف عن سابقاتها في ثلاث نقاط رئيسية هي أولاً إنه تم إجراؤها بالمشاورة داخل ائتلاف دارة الدولة مع الحد الأدنى من التغييرات والثانية اقتراح الثلاث سنوات سيوفر الاستقرار السياسي للحكومة وأخيراً هو أنها تحتوي على إطار عمل لمعالجة الخلافات بين السلطات الفيدرالية وحكومة أقليم كردستان بشأن صادرات النفطة ترجمة نانسي قنقر